موسيقى هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس أسعب الله أقاتكم متابعي برنامج عليكم العافي يترافق فصل الشتاء مع بعض الأمراض التي تخصه أو تزداد فيه لماذا سميت بهذا الاسم ولماذا مرض الشتاء بحد ذاته يزيد في هذه الأمراض من ضمن الرشح والقريب والإنفلونزا حديثنا في هذا الحلق في هذا اليوم وفي هذه الحلقة مع الدكتورة نور الهدى لتسليط الضوء أكثر على هذه الأمراض وأسبابها أهلا وسهلا فيك دكتورة نور الله يعطيك العافي الله يعافي دكتورة فصل الشتاء دائما يعني يترافق مع بعض الأمراض ليش سميت حتى أنه اسمها أمراض الشتاء فليش سميت حتى هذا الاسم أمراض الشتاء سميت بهالاسم لأنه هي بيزاد انتشارة وبيزاد نسبة إصابة الناس فيها بهالشهر بشكل خاص أو بهالفصل بشكل خاص هلا بفصل الصيف حرارة الجو بتساعد أنه تقتل البكتيريا والفيروسات الموجودة بالجو على العكس تماما بفصل الشتاء الرطوبي والحرارة المنخفضة بتخلي ممكن أنه تساعد الفيروسات والبكتيريا أنه تتكاسر بالجو وتسبب الأمراض وخاصة الأمراض التنفسية للناس تماما يعني دكتورا الرطوبي والنخفضة حرارة الجو هي السبب في ظهور هذه الأمراض أكثر من غيرها يعني هذه الأمراض تظهر بالصيف لكن تواترها في الشتي أكثر كما فهمت مني لأنه مثل ما حكينا الجو بساعد أنه تظهر الأمراض تماما دكتور دكتورا شو هي الأمراض اللي تندرج تحت إطار أمراض الشتاء تعدادها خلا الأمراض هي كثيرة عنا التهاب الحلق التهاب الأذن ذات الرئة التهاب القصبات أمراض كثيرة هنا نصنفهم لنوعين نوع بسيب القسم العلومي جهاز التنفس يعني الأنف والحنزرة والرغامة دكتورا من فضلك هل يمكن تعداد الأمراض التي تندرج تحت أمراض الشتاء؟ تماما نبدأ نعددون من الأخطر نحاول ذات الرئة التهاب القصبات وكمان التهاب الأذن الوسطى التهاب الحلق الرشح الإنفلوانزا كلهم هل يندرج تحت الأمراض دكتورا قلت إلي الالتهابات اللي تصيب الجهاز التنفسي ما هي خطورتها وكيف أنتوا كأطباء تصنفوها؟ من صنفا على نوعين نوع بيصيب القسم العلومي جهاز التنفسي أنف بالعوم حنزرة والنوع الثاني بيصيب القسم السفلي من الجهاز التنفسي نحن نحكي عن اللي بيصيب القسم العلوي تماما نلاحظ أنه هو أكثر شيوعا بين النام مع أنه أمراض هي بسيطة يعني مو خطيرة أبدا عددناهم مثل الإنفلوانزار الشيح إلتهاب الحلق والإلتهاب اللوزات تماما دكتورا يعني وليش أنت هي صنفتها؟ تقولي هن الأقل الأكثر شيوعا والأقل خطورة يعني إلتهاب الجهاز التنفسي السفلي أكثر خطورة من العلوي؟ اي طبعا لماذا؟ لأنه بيكون سببه بكتيري ويعني بيأثر أكثر أنه قصبات يعني خطورة أكثر أما العلوي فسببه غالبا غالبا بيكون سببه فيروسي تماما تماما دكتورا أريد أسألك إلتهاب أذن وسطى عددت من ضمن الأمراض التي تصيب أو تندرج تحت إطار أمراض الشتاء إلتهاب الأذن الوسطى ما هو سببه وكيف يحدث؟ هلأ مثل ما حكينا أنه غالبا السبب بيكون فيروسي أو بكتيري تماما وتظهر إلتهاب الأذن الوسطى نتيجة إلتهاب الحل المتكرر غالبا يعني دكتورا تقصد إلتهاب الحل إلتهاب اللوزتين أو إلتهاب الحنجرة؟ تماما إلتهاب اللوزتين تماما أو إلتهاب البلعوم تماما تصدري نتيجة هلأ هو غالبا إلتهاب الأذن الوسطى بيكون مترافق أو نتيجة للرشح أو الإنسلونزا فبيتجمع المفرزات والبكتيريا بالقزم الخلفي للبلعوم تنتقل عن طريق قناة أوستاش قناة أوستاش هي سلطة الوصل بين البلعوم الخلفي والأذن الوسطى نتيجة تراكم هذه المفرزات بتزيد نمو البكتيريا كمان فبتأثر على الأذن الوسطى وتلتهب بس بدي أقول الشغلي أنه هي الأطفال أكتر إصابة فيها لماذا؟ نلاحظ أن الأطفال دائما أكتر إصابة بالأذن الوسطى لأنه تكون قناة أوستاش اللي ينتقل عبر البكتيريا تكون عندهم لسه مستقيمة أكتر وعريضة ولينة فأسهل أن تنتقل البكتيريا للأذن الوسطى تمام، طريقا طيب دكتورة، ما أعراض التهاب الأذن الوسطى سواء زغار أو الكبار؟ غالبتنا حتى العوام صار يعرفوا أنه ما أعراض التهاب الأذن الوسطى ألم بالأذن أكيد، ارتفاع الحرارة بغالبية الأمراض التنفسي دائما نلاقي ارتفاع الحرارة لدينا سيلان سائل أصفر من الأذن تمام وكما تجد الولد، يعني الأم تراجع الطبيب تقوله أنه ابني يحب أذنه كثيرا، أكيد أذنه تجاه كتورة، أريد سؤالك عن علاج التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الأذن الوسطى خاصة عند الأطفال، يجب أن نراجع الطبيب قلنا أنه السبب يكون فيروسي أو بكتيري، إذا بكتيري الطبيب سيوصف لنا لطفل مضاد حيوي نستخدمه حسب إرشادات الطبيب، بالفترات والمدة المحددة نخفض الحرارة بالخافضات للحرارة البراسيتامول والمسكنات إذا كان فيه طبعا ألم وهو مرض أو التهاب مؤلم نغطي إذن الولد أثناء الاستحمام هلأ في ناس بيعطوك أفكار مثلا أنه سخن زيت وحطه بإذن الولد هاي طبعا شي خاطئ نعطيه مثل ما حكينا، مسكنات وخافض حرارة إذا استمر الالتهاب، نحاول أن نراجع الطبيب مختص بالأذن لكن لازم ننبه الأهل أنه التهاب الأذن من الوسطى يعالجوه لأنه إذا تكرر الالتهاب وما تعالج، بيؤدي لفقدان السماعة كنت أسألك أنه ما زالوا أهملنا الموضوع هل هناك مثلا نوع من الأغذية يساعد على الوقاية من أمراض الشتاء؟ طبعا في الأغذية ترفع المناعة عند الناس مثل عنه الخاصة اللي بتحوي فيتامين ألف وجيم فيتامين سي يعني المعروف الموجود بالبرتقال والليمون كمان فيه الفيتامين أ الموجود بالفواكه الصفرة الخضروات خاصة الورقيات اللي لونه أخضر داكن كمان المشروبات، كلنا منعرف المشروبات الدافية بابونج، يانسون، الزعتر كتير منيحة، مقشع موسع للقصبات طب طب هل هناك مثلا نصائح الوقاية ضمن البيت مثلا ضمن الغرف، لحتى نتلاف أمراض الشتاء؟ طبعا، أول شي كلنا منعرف أنه التدخين، إن كان التدخين سلبي ولا إجابة إذا لم تسأل عن حالك، لازم تسأل عن أولادك نحاول، خاصة إذا كان في حدا مريض بالغرفة، نحاول أن نهوية، نغير الجو وما أنه يضل الفيروسات إذا حد عطس أو كذا، يضل موجوده بالغرفة كمان نحاول انبعد عن المرضى، قدر الإمكان، نغسل إيدين الولد، خاصة إذا كان مريض، وأدواته، يعني ما نخلي حدا يستخدمه تمام، تمام، دكتورة، بعد الفاصل بدي أدخل معيك في بخية أمراض الشتاء المفلونة والرشح، بعد الفاصل إن شاء الله تابعينا الأكارم، حسب تعداد الدكتورة، أمراض الشتاء تندرج تحت أو هناك عدة أنواع لي أمراض الشتاء يندرج تحت هذا المصطلح الإلتهابات لتصيب الجهاز التنفسي، كما قالت الدكتورة أن الإلتهابات لتصيب الجزء السفلة من الجهاز التنفسي أكثر خطورا وأقل شيوعا أيضا إلتهاب الأزن الوسطى، الرشح، الفلونزا، أيضا من أمراض الشتاء، إلتهاب الحنجرة، إلتهاب اللوزتين، ذات الرئاء، الأمراض التنفسية الحادية العصائر الحمضيات، الليمون، المشروبات كالبابونج، والزعتر من المشروبات المفيدة والتي ترفع المناعة عند المريض بعض الطرق والأساليب كالتهوية وتهوية الغرف، الابتعاد عن المرضات تساعد في الوقاية من هذه الأمراض ابقوا معنا بعد الفاصل لنتابع بقية أمراض الشتاء هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس متابعين الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس قبل الفاصل تحدثنا عن التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الأذن الوسطى نشاهد هذا التقرير الذي يعطينا الفروق بين الإنفلونزا والرشح وبعد التقرير نتابع مع الدكتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام دكتورة بعد ما شفنا التقرير يعني أريد أن أسألك الإنفلونزا باختصار من المسبب ومن يستفيد من اللقاح الإنفلونزا هو مرض فيروسي تماما بسيب الناس خاصة لما تتحول الفصول خاصة بالشتاء وهو مرض فيروسي بسيط ما له علاج رئيسي تمام بس ننبه الناس أنه المضاد الحيوي ما بيفيد فيه صحيح أبدا حتى يمكن يعمل بشكل عكسي أنه يقتل البكتيريا المفيدة اللي بالأمعاء تمام تمام ما بينفع لنا المضاد الحيوي بس ممكن حسب الأعراض نخفى في بيد نستخدم الأدوية حسب الأعراض يعني بس نحكي عن الأعراض ونحكي إنه شو الأدوية اللي ممكن نحكي دكتورا خلينا نحكي عن الأعراض تمام أول شيء هلا ارتفاع الحرارة بترتفع بشكل فجائي هو أصلا مرض حاد فبتظهر الأعراض فجأة مثلا بنام السخص ما فيه شيء بيقول لك إنه تعبان صحيح ارتفاع الحرارة نعم سعلة هاي أهم يعني عرضين ممكن إنه نعم يظهروا معنا بالأفلونزا شو الأدوية دكتورا لسه في ألم وعضلات ألم بالمفاصل والعضلات بتعب عام وفقد شهي بتشعس الواحد تعبان يعني كل جسمه وصدع نعم طيب شو الأدوية دكتورا للمناخده؟ الأدوية أول شيء الأهم شيء هو الغذاء الغذاء لأنه التغذية المتوازنة بتزيد المناعة تمام هلا إذا عنا لنا في حرارة نستعمل خافض حرارة والألم بشكل عام بالجسم نستعمل مسكينات عادية براس كمون دكتورا لقاح الأنفلونزا لمن يعطى؟ لقاح الأنفلونزا يعني الناس بشكل عام كلا فيها تاخده هو لقاح آمن نعم بس في فئات يعني أنه المناعة عندها ضعيفة أو أنه أكثر عرضة للأمراض تمام منعددهم عندنا المسنين هادلول بتكون منعتهم كتير ضعيفة الأطفال بس بعد ست شهور تماما عندنا اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري أمراض قلبية أمراض كلا تماما أمراض مرضى السرطان اللي بيتعالجوا مثلا بالأشعة أو أدوية السرطان هاي بتخفف مناعتهم كمان تماما واللي بيشتغله بمجال الرعاية الصحية الأطباء والممردين أو اللي بيشتغله بالمشافي اللي عتماس دائم مع المرضى هدول ينصحوا أن ياخدوا تماما طيب دكتورا دائما الناس بتخربت من الرشح والإنفلونزا هل المسبب واحد؟ اي طبعا المسبب يعني الاثنين مسببون فيروسي تماما لكن فيروس مختلف اي طبعا الفيروس مختلف بس أنه الاثنين فيروسي والاثنين ما بيفيد فيهم أصلا المضاد الحيوي تمام تمام والعلاج للرشح؟ العلاج للرشح كمان يعني متكنات خافة حرارة بس الأطفال هون مو بصير فيه سيلان انف كتير الأطفال يعني ما بيقدروا أنه يتخلصوا من المخاطر اللي بأنفهم منحاول نساعدهم خاصة الأطفال الرضع نستعمل سيروم ملحي أو ما يوملح بالبيت عادية والشفاط نستعمله حتى نساعد الطفل أن يتنفس ويرتاح بالرضاعة نعم 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 يعني دكتورة كما فهمت منك أن الرشح والإنفلونزا لا يعالج المرض بحد ذاته إنما تعالج أعراضه تمام وهي زول تلقائية تمام نعرف بالنهاية أن الفيروس سيفوت على جسمنا تمام تظهر شوية أعراض ويطلع من الجسم خلال أيام تمام طيب دكتورة ألتقل معك لالتهاب الحنجرة ما هو؟ تمام التهاب الحنجرة هو سببه إما فيروسي أو بكتيري تمام إذا كان فيروسي بيكون غالبا مترافق مع الرشح أو الإنفلونزا وهو بيصيب الغشاء المخاطل المبطن للحنجرة تمام فبأثر على الصوت والتنفس الأعراض نحكي عن الأعراض طبعا ألم بالحنجرة نلاقي ارتفاع كمان حرارة السعلة بتكون جافة ويعني مؤلمة نعم واحتقان وحمرار بالحنجرة نعم الوقاية دكتورة من هيك من التهاب الحنجرة؟ الوقاية طبعا نتجنب أنه نخالط المرضى المصابين هيك أو نتعرض للسعلة تابعا أو الرزاز المطاير منهم تغذية المتوازنة كمان نحكي عنا نحاول عدم استعمال الأدوات مثل ما حكينا الملوثة يعني المصائح عامي عدم التدخين كمان هاي أهم نخطة العلاج؟ العلاج كمان حسب المضاد الحي إذا كان السبب كثير حسب المضاد الحي واللي بيوصف الطبيب ننبيهون أنه كمان كثير نشرب مشروبات دافئة بابونيت مثل ما ذكرنا زعتر هي أنه بتلين الحنجرة وبترطبها طبعا يصير أسهل تطلع المفرزات الموجودة صحيح دكتورة عم تقولي لي إذا كان السبب جرسومي من يحدد هذا الكلام؟ طبعا إذا كان السبب جرسومي أو فيروسا لا الطبيب طبعا يحددون ناجع الطبيب طبعا طبعا دكتورة التهاب اللوزتين أيضا من أمراض الشتاء ما هو وما هو المسبب؟ التهاب اللوزتين ممكن يكون سببه فيروسي أو بكتيري نعم إذا كان السبب بكتيري لا إذا كان السبب فيروسي كمان بيكون غالبا مترافق مع الرشح أو إنفلونزا نلاقي أنه اتضخمة اللوزتين وحمره وبعدين يتشكل مثل بقع فاتحة عليه نعم نعم نحن نحكي شوي عن الأعراض بشكل أكتر حرارة بتكون مرتفعة صعوبة بالبلع أو ألم عند البلع هاي بلاحظة يعني المريض منلاحظ انتفاخه ألم بالغدد اللمفاوي تمام وأحمره انتفاخ اللوزتين عند الأطفال هلا هو ألم بالحلق بشكل عام بس الأطفال ما بيشكلوا من ألم بالحلق بيشكلوا من ألم بالبطن يعني هاي انه ممكن يغيب علينا انه انه تنتفاخ الغدد اللمفاوي وهيك فممكن الغدد كلها تتأثر بالسيسم تمام طيب نأتينا المرض السادس ذات الرئة ما هو مومن مسبب له ذات الرئة مثل ما حكينا هو من أمراض جهاز التنفس السفلي وهو مرض خطير هو من أكثر الأسباب التي تؤدي لوفاة الأطفال تحت عمر السنة هو التهاب يصيب الرئتين بشكل كامل أو جزئي يعني ممكن يصيب واحدة أو تنتين أو أنه أجزاء من الرئة الحويسلات الرئوية هي بالأساس مملوقة مثل ما بنعرف بالهواء بهالحالة بتمتلئ بالسائل والبلغام فهذا الاحتقان والبلغام بيطلع مع السعال والمسبب أنه معظم الحالات بكتيري فبالعلاج مثل ما قلنا أنه مضاد حيوة وكمان الطبيب بيحدده دكتورة ليش قلت أنه أكثر خطورة يعني هل العلاج صعب مثلا؟ ايه طبعا ولأنه أكثر خطورة لأنه يعني الأطفال تحت عمر السنة مثل ما قلنا هو السبب الأكثر للوفيات طيب لازم ما نتعرف شو الوقاية كيف نقيا نفسنا ماذا تقيا قبل أن نحكي عن الأعراض مشان الأهل يعرفوا أنه والله هاي ذات رئة السعالة ارتفاع بالحرارة هاي يعني مشتركة بين أغلب الأمراض التنفسية منلاقي الولد عنده صعوبة بالتنفس بتزداد شرعة التنفس عنده منلاقيه بينام بشكل غير طبيعي يعني ما كتير بيصحى طفل منلاقيه فقدان شيء حتى أنه ما بيقدر كتير يشرب خاصة عند الأطفال من نلاقيه هاي الظاهرة كمان عنا منحس وجود مع التنفس وجود مثل الصفير صوت صفير يعني الوقاية مثل ما حكيت فضل الدكتور منحاول عدم ما نعرض الطفل أو يعني المريض بشكل عام أنه ما نعرض لهوى بارد أو ملوث كمان التغذية المتوازنة طبعا لأنه سوء التغذية بيقلل المناعة نهتم بالأطفال كتير ندفيهم ونغذاءهم يعني الأطفال قليلة الوزن لأنه هالأطفال كمان أكتر عرضة للأمراض فينا نحكي أن اللقاح اللقاحات كاملة لازم نعطيها للطفل لأنه كلها بتقى من هالأمراض التنفسية تمام تمام ذات الرئيسة تصيب الكبار أيضا تصيب أعراض شبيهة بالي ذكرتها أهم شيء أن الصفير اللي مميزة عن بقية الأمراض الصفير والتنفس وصعوبة التنفس والسرعة للتنفس بتتغير دكتورة الله أعطيك العافية سنقف عند الأمراض التنفسية الحادية عند الأطفال لأنه سنفرد لها حلقة وهي تندرج أو تزداد تواثرها في فصل الشتاء أشكر حضورك معنا ونصائحك البسيطة وأنا أشكر أنه خصصت حلقة من حلقاتكم لهذا الموضوع يعني كل الناس بحاجة لهم إن شاء الله هذا فصلي موضوع فصلي لازم نحكي معنا متابعين الأكارم نحن دائما متواجدون معكم عبر صفحة الفيسبوك عليكم العافي أو على موقع القناة تزويدنا بمشاكل التي ترغبون باستضافة أطبال الحديث عنها عبر التلفاز كل اقتراحاتكم ووضع ترحيب نرجو أنكم قد وفقنا في تقديم معلومات لكم مفيدة وواقعية وسهلة وإلى اللقاء في حلقة القادمة اشتركوا في القناة